من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم هذا النص عفون دكتور حديث فيما يروى أنا بقول جاء في الأثر أدق كلمة جاء في الأثر من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم ما المقصود به دكتور يعني الإنسان أحيانا بيكون ما في عنده سبب للقلق واقعا فيه دخل جيد وفيه مكان اجتماعي وبيته منتظم وزوجته أولاده لكن فيه تقصير بعباداته فيشعر بهم دائما لذلك قالوا الهم أحد المعالجات الإلهية للتقصير من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم يعني ما أتقن صلواته مثلا فاتته صلوات كثيرة مثلا مشغول في الدنيا ابتلاه الله بالهم فهذا الهم نوع من التأذيب الإلهي فالإنسان حينما يشعر بالهم الشديد بيكون فيه تقصير بالعمل ليبحث عن السبب والبطولة دائما أن نكتشف السبب وفيه نص دقيق جدا ورد بالأثر ما من عثرة واحد ماشي وقع أو اختلاج عرق الطرب سيارة مسرعة كادت أن تدهسه الطرب ولا خد شعود باسمار أمله خط بإيده ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خد شعود إلا بما قدمت أيديه وما يعفو الله أكثر أنا حينما أفهم هذا النص فهما دقيقا أشعر ما في عمل يمكن أن يقع على الإنسان إلا في حكم بالغة والبطولة أن أفهم الحكمة لأنني إن فهمت الحكمة ربطت بين ما جرى وبين السبب الحقيقي لهذا الذي أصابني فإذا تركت هذا الذي فعلته خطأ فسبب لي هذا الشيء الصعب أكون قد استفدت من هذه المصيبة لذلك من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر صار هو المصيبة لما الله بسوق لإنسان معالج إلهية معالج نفسية حتى يترك ذنب من الذنوب اعتبرها أي قضاء قدر الحياة طبيعة هكذا ألغى حكمة هذه المصيبة فكرة دقيقة من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر صار هو المصيبة الأصل إذا الإنسان حينما تعرض إلى مصيبة وابتلا أن يتوقف ويتدبر من الذي حصل لكن هنا السؤال دكتور هل يعني كل مصيبة أو هم أو هم دخلنا موضوع التالت موضوع التالت المصائب خمس أنواع مصائب تصيب الأنبياء فقط هذه مصائب كشف ينطوي على كمال مذهل هذا الكمال لا يبدو بالحال العادية بيطلع الطائف ماشي يدعوهم للإسلام يكذبونه بل ويسخرون منه بل ويغرون أبناءهم بضربه ويضرب ويسيل الدم من قدمه الشريف يأتيه ملك الجبال يقول له يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين يقول لا يا أخي اللهم ادقوا مي إنهم لا يعلمون هذا موقف هي مصيبة إنه يطلع ماشي للطائف ويدعو الناس إلى الله يسخرون منه يكذبونه ويضربونه ويمكنه الله أن ينتقم منه يقول لا يا أخي اللهم ادقوا مي إنهم لا يعلمون إذن مصائب الأنبياء مصائب كشف فقط كشف لحقيقة معك سيارة 120 أحصان هي لا تبدو قيمة هالأحصنة بالطريق السهل ولا بالطريق الهابط هي تبدو بخمس ركاب وعفش كامل والطريق صاعد هكذا وماشي على 120 حجم المحرك لا يبدو بالسهل ولا بالطريق الهابط نعم نعم إذن مصيب الأولى للأنبياء كشف والثانية للمؤمنين دفع ورفع ماشي إلى الله بسرعة بطيئة يلوح له شبح مصيبة ويصلي قيام الليل سبحان الله يقرأ القرآن يوميا بيغض بصر وغض حازم فبعد مصيبة المصيبة ضعف استقامته حسن صلاته بالله يا صلى أرأى أذكاره هي مصيبة دفع هلأ عنده زميل بالدائرة أقنعه بالصلاة أم صلى ليش اكتفيت بواحد تقنعه بالصلاة أقنعه اثنين ثانيات هي مصيبة دفع ورفع دفع بيرفع له شرعته إلى الله ورفع بيرفع له عمله الصالح معاني راقية لأبد الحدود معاني المصيبة للمؤمن دفع ورفع فقط والصنف الثالث دكتور الثالث الكفار ردع وقصم المجموع صار كشف دفع رفع ردع قصم غير المؤمن الله بيرحمه كيف بيعمله انزار أخيه يسوق له مصيبة هذا غير المؤمن فإذا كان فهمه فهم ديني وقف أخطاؤه انتهت العملية معنى حققت هدفه فإذا كان ما انتبه بيجي القصم فصافي عندي خمس درجات كشف للأنبياء دفع للمؤمنين رفع لأجر ردع لغير المؤمنين قصم انهاؤه الآية تقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغدا لنفوت بموضوع دقيق أنه السلوب الإلهي لهداية الخلق خمس مراحل أو خمس أنواع أول نوع الهدى البياني أنت مرتاح قاعد ببيتك أولادك أمامك زوجتك تروق لك ما عندك ولا مشكلة تسمع درس بالإذاعة تسمع خطبة بالجامع تقرأ كتاب علمي عن الدين بس هي مرحلة أولى الهدى البياني وأنت بأعلى درجات الراحة والطيب والسعادة تتطرع على قضية إسلامية نعم هي من الله عز وجل بسمع الخطبة أحيانا يرهمك أن تشتري كتاب معين عجبك عنوانه تقرأ هذا الهدى البياني سيدي وأنت ما عندك ولا مشكلة متمتع بالصحة التامة والعلاقة الزوجية الطيبة والأولاد الأبرار ما عندك ولا مشكلة الموقف الكامل من الهدى البياني أن تستجيب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وضع الآية الهدى البياني الهدى البياني الموقف الكامل أن تستجيب فإن لم يستجيب فإن لم يستجيب الآن دخلنا مرحلة تانية التأذيب التربوي ولا نذقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فإن لم يستجيب بيخضع للإكرام الاستدراجي الإكرام الاستدراجي فتحنا عليهم أبوابه كل شيء دخل كبير ومكانة اجتماعية وسيارتين ثلاثة ومكانة كبيرة المفروض أن يشكر بالهدى البياني أن يستجيب بالتأذيب التربوي أن يتوب بالإكرام الاستدراجي أن يشكر لا تاب لا استجاب ولا تاب ولا شكر سفي القصم حتى إذا فرحوا بما أتو أخذناهم بغدة وأرجو الله لإخوتنا المستمعين أن نبقى في المرتبة الأولى دعينا إلى الله فاستجبنا سمعنا حقيقة دينية رائعة فطبقنا استمعنا إلى خطبة متوازنة فتبعنا ما قاله الخطيب هذا الهدى البياني وإذا ما نجح الهدى البياني في عنا التأذيب التربوي الهدى البياني استجابة والتأذيب التربوي توبة والإكرام الاستدراجي شكر وآخر واحد يقصم فرجو الله سبحانه وتعالى ألا نصل مع الله إلى آخر مرحلة من يسير في طريق الله بهذه المعدلة دكتور يكون بعيدا عن الهم وعن الحزن؟ أبدا بالعكس إذا قال الله عز وجل فلنحينه حياة طيبة حياة طيبة إله يقول هذا الكلام هذه الحياة طيبة فوق الحزن فوق الهم فوق القلق فوق المصائب فوق أبدا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة هذه الحياة طيبة زوال الكون أهون على الله من أن لا تحقق للمؤمن لماذا ربيط هنا لنحينه حياة طيبة بالإيمان وبالعمل الصالح؟ ربيط فأنه من عمله صالح حالة وجوده في الدنيا العمل الصالح فإذا أدرك هذه الحقيقة وعمل أعمال صالحة حقق الهدف ممكن أب يستقبل ابنه آخر السنة معه جلاء ناجح نجاح متفوق أخذ علامات تامة بمعظم المواد وفيه شرح لأخلاقه العالية ممكن يضربه لأبنه مستحيلة ما فيه أب الألق عمله ابنك جاي أخر السنة معه جلاء أخذ علامات تامة وفيه ثناء على أخلاقه بالعاكس بتضمه وبتقبله وبتعمله هدية طيب من عمله عملا صالحا من عمله صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمنون أيام بيكون في عمل صالح هدفه السمعة أيام بيكون مثلا قاعدين ناس في مجتمع في تبرعات لمشروع إسلامي فإذا لم يكن مؤمنا بالله لم ينفع العمل الصالح هنا طيب سؤالي الدقيق هنا دكتور عفوا حتكون دقيق معك إذا مؤمن بأله ما لهم التزم وأدى مبلغ ضخم ما أحسن عبد من مسلم أو كافر نعم هو هذا سؤالي إلا وقع أجره على الله لو كان كافر في الدنيا أو إلى آخرة يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تقوم بعمل صالح للبشر تعمل تأمين طبي أنت وزير مثلا نعم تأمين طبي إلك في الدنيا مكافأة من الله بصرف النظر عن عقيدتك لو كان غير مؤمن وغير مسلم ما أحسن عبد أعمل شيء للأيتام زي بعض يعني الناس اللي في الغرب دكتور يعمل الأيتام يعمل الحيوانات يأخذ أجره يأخذ أجره في الدنيا في الدنيا ما أحسن عبد نعم عبد من مسلم أو كافر نعم إلا وقع أجره على الله في الدنيا أو في الآخرة نعم بيجي قول ابن تيميه إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة الدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم الدنيا لها حسابات غير الأخرى إذن أذن المعيار في الدنيا هو العدل العدل أبدا وليس الإيمان هنا لا لا العدل فالعدل ولو كان مع الكفر هو خير من إيمان مع الظلم جميل لكن الأرقى أن يكون عدل وإيمان طبعا كما كانت الدولة الإسلامية في وقت النبي عليه الصلاة والخلفاء الراشدين فسادت كل لهم كلام جميل لسأذنك دكتورنا نتوقف مع فاصل قصير وثم نعود نحن وياك ومستمعين الكارم لنكمل هذا اللقاء الإيماني وحديثنا متواصل مستمعين عن الهم وعن الحزن ذلك الأمر الذي يؤرق كثيرا منه حياكم الله مستمعين الكارم من جديد نعود نحن وإياكم عبر أثير ذاعتكم حياة فهم لنكمل مجلس العلمي هذا وحديثنا مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب نابلسي نفع الله بكم يا شيخنا وأستاذنا وحديثنا تحت عنوان الهم والحزن في الحديث الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الهم والحزن هو جندي من جنود الله عز وجل هل لنا أن أوضح المقصود بذلك دكتور؟ لكن قبل أن أوضح ذلك أريد أن أغطي حالي تصيب الإنسان إذا ذهب إلى أوروبا أو أمريكا بلاقي كفر وإباحية والمعاصي كلها محققة واجمعها عيشين براحة كبيرة نعم وباستقرار وبدخل فلكي صحيح هذه حالة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغدة هذه حقيقة قرآنية لما الإنسان يعرض عن سماع الحق كليا ويثقن دنياه فيقطف ثمن إتقان دنياه عطاءا ودخلا كبيرا ومكانة عالية فالإيجابيات في العالم الغربي إيجابيات أساسة إسلامية عطوا للناس حقوقه سوى تأمين صحي سوى تعويض عمل سوى مثلا تكافؤ فرص سوى أشياء جيدة جدا بدافع ذكائهم هذا يقودنا إلى حقيقة دقيقة جدا أن العمل العبادي يلتقي مع العمل الذكي في النتائج ويختلفان في البواعس فكل إيجابيات الغرب الإسلامية دون أن يشعروا أعطينا الفرد حريته أعطينا مثلا تعويض عمل كبير يعني كثير في قصص بسمعها الحقيقة رائعة جدا صحيح هم استخدموا ذكاءهم فإما العمل الذكي يلتقي مع العمل العبادي في النتائج وكل الميزات التي يحظى بها الغرب اليوم لها مرد في تاريخنا الإسلامي وكل إيجابيات الغرب الإسلامية دون أن يشعروا لا لأنهم يعبدون الله لأنهم يعبدون الدولار من دون الله أن تعبد الدولار ينبغي أن تقيم تكافؤ فرص ينبغي أن تقيم خصائص في المجتمع يعني صاروا دكتور في سنن الكون فكثامه الله لهذه طيب أعود معك دكتورنا لسؤالنا هل الهم والغم هو جندي من جنود الله كيف يمكن لنا أن نفهم هذا النص يعني إنسان إيام ما بيكون في عنده أي سبب للقلق بس عنده قبض هي المعيشة بنك أحد أنواع المعيشة بنك ليس الفقر وليس المرض إطلاقا ضيق القلب لما أنه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة بنكة في إنسان سأل عالم كبير قديما ما باله الأغنياء والأقوياء وين معيشة بنك اللي بيده كل شيء يعني فيه يأكل أفضل أنواع الأكل بالعالم كنت بغينها حاكم غينها بيجي الأكل من مطعم مكسيم من باريس بالطائرة يوميا فيأكل أفخر أكل في العالم وساكن بأجمل قصر في العالم ومع ذلك معيشة بنك لأنه ناقص أن يتصل بالله عز وجل ويقيم منهج الله في الأرض فلما غفل عن هذه الحقيقة أصبحت حياته لا تطاق أنه في حالي اسمه السأم والضجر وكلامي شوي دقيق أنت كإنسان مصمم أصلا لمعرفة الله إذن عندك نفس طبيعة لا نهائية ما الذي يسعدها الهدف اللانهائي وهو الله ما دام الهدف هو الله أنت أسعد الناس فإذا كان نفسك لا نهائية واخترت أنت هدف نهائي محدود وبلغته شعرت بتفاهته وأنت فيه هذه حالة واضحة جدا يشوف غني بعيد عن الدين حياته مملة أكل بأطيب أطيب الطعام وسافر لمعظم البلاد وركب طائرات واستمتع بالفنادق بيلك ما فيه شيء ديني هذه حالة تصيب الأغنياء إذا بلغوا أهدافهم أو الأقوياء إذا بلغوا أهدافهم أما المؤمن أنه هو اختار الله الله لا نهائي فمن هو الشاب الذي له هدف أكبر منه كلام مهم بالتسعة وتسعين شاب هدفه أكبر منه أما كان هدفه أظهر منه وبلغه تهي ساعاته بسيحياته مملة رتيبة يومية فالحل أنه الإنسان دائما يكون لديه أهداف وطموحات وهذا حتى في الدين دائما يحاول أن يصل في الروس الأعلى إذا كان هدفه الله شاب في التسعة وتسعين كلامي دقيق شاب أنا أقول الشباب مو سن مو عمر الزمني أبدا الشباب إنسان هدفه أكبر منه بكتير بسعه يعني الحقيقة المؤمن أدما عاش إيمانه خلا أسعد الناس نعم بده يقدم شيء لأ الله عز وجل والله أنا زرت واحد قال لي يا عمو أنا عملي سبعة وتسعين سنة هو والد صديقي درقت بابه بالعيد قلت له الأخ محمد هنا قال لا والله مو هنا يا أبني بيطلع لنا عندك شيء خمس دائق قلت له إيه دخلت له بيته بالعيد جب لي ضيافة قال لي يا عمو أنا عملي سبعة وتسعين سنة عملنا مبارح تحليل دم كامل طلع كله طبيعي كله طبيعي قال لي بس حقلك أنا والله يا عمو ما بعرف الحرام بحياتي لا حرام النساء ولا حرام المال أنا ربط طيبي يتمتع بصحة تامة بالسبعة وتسعين ولا مشكلة صحية عنده قال لي بس أنا ما بعرف الحرام بحياتي لا حرام المال ولا حرام النساء عندنا كان شيخ بالشام اسمه الشيخ عيدي السفر جلاني كمان عاش سبعة وتسعين سنة كان منتصب القامة حد البصر مرهف السمع أسنانه في ثمه فكان من حوله يسألونه يا سيدي ما هذه الصحة التي حباك الله بها يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر من عاش تقيا عاش قويا ما المقصود حفظناها في الصغر فقط حفظناها من حرمات الله ولا أبدا أخذ بالأسباب الدنيوية لا من الحربات ما زنى ما كذب ما سرق مدام حفظ أمر الله في الصغر يحفظ الله له صحته والحديث واضح احفظ الله يحفظك تمام تمام حتى في هيك نص حقول أنا أثر حتى تكون دقيق بكلامي نعم من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت ما في خراف يعني سبحان الله من تعلم القرآن المقصود حفظ القرآن أو أن تدرس القرآن نعم بس تفسيرها نعم نحن في عنا قاعدة بالجسم العضو الذي لا يعمل يضمور الدليل لو أنه إنسان لا سمحه كسرت هدو نعم وجب صنى وثلاثة شهور بيروح اللحم كله بالدوب فالعضو الذي لا يعمل يضمور سبحان الله شوف ألا المسلم بيصلي ألا الفجر ركعتين في بكل ركع قراءة في سورة بعد الفاتحة هذا نشاط فكري هلأ ركع رفع سجد أول سجلة الثانية الصلاة وحدة فيها نشاط فكري وكل ما كان فيه نشاط فكري الدماغ ينشط تتوسع الأوعية بالدماغ أذكر مرة جاء طبيب لمرأة مسنة وهي وضع الصحي ثعبان كتير أهل الطبيب لأهل هذه المرأة حاكوها أنا والله ما فهمت عليه شو علاقة الحكي في مع خسرة بالدماغ شو علاقة الحكي قال لي الحكي بنشط الدماغ أنا فهمت أفهم أعماق لما أنت عم تصلي خمس أوقات دخل المغرب المغرب ثلاث ركعات تنتين فيهم قراءة التالتي ما فيها قراءة دخل العشاء أربع ركعات إجا الفجر ركعتين أي إنسان بصلي في نشاط ذهني دائم هذا النشاط الزهني هو صياني للدماغ صياني حتى في رأي تاني أنه واحد سأل طبيب إذا الإنسان ما مات ولا بمرض شنون بيموت لا أجلت وجلطة على القلب ولا فشل كلوي ولا تشمع كبد ولا 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 شنون بيموت فكان الجواب يموت بتصلب الشرايين ما هو التصلب لما القلب بينبوض الشريان بتوسع مرين شو عنا مرين مثل مطاطة يعني بتشدها بترجع فلما القلب بينبوض بتوسع الشريان لما بتوسع وهو مرين برجع متما كان أمصر قلب تاني الشريان بعمل إذاك على شريان هون فيه نبوض بتلاقي فمعناها أنه فيه كل شريان معه مرونة فلما الإنسان بينام نوم مديد الفجر ما بيصليه تبطؤ حركة الدم بالأوعية فإذا بطأت حركة الدم في الأوعية شو فيه ذرات دهنية تترسب على جدار الشريان الشرايين فإذا كثرت هذه الذرات الدهنية على جدار الشريان بتصلب ما بقيت جاوب مع القلب بيتعب القلب بيموت الإنسان القلب عم بينبوض واضحة تماما دكتور والشريان مرين سبحان الله عن نبوض توسع الشريان لأنه مرين رجع أمصر قلب تاني أراح القلب فكل الشرايين تنبوض مع القلب وهي واضحة تمام هلأ لما الشريان بينام نوم مديد ثمين ساعات في السحبة بلا صبح بلا فجر بلا شي قام الساعة جارة النوم المديد بنزل حركة القلب للخمسة وخمسين النبض الطبيعي ثمانين نبضة بالدقيقة بيصير نبض النائم خمسة وخمسين فقط لما صار خمسة وخمسين مشي الدم بطيء جدا سبحان الله لما مشي بطيء ترسبت ذرات الدهن على الجدران لما ترسبت على الجدران أفقدته المرونة وبقى في مرونة قام تعب القلب أما هو كل الشرايين قلوب أي شريان بالإنسان قلب آخر لأنه مرين نعم بتوسع و بينزيل جميل فلما ترسبت الدهون تصلب فإذا واحد ما مات ولا بمرض بيموت بالتصلب سبحان الله طيب دكتور كلام بغاية الروعة والجمال حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أن نروط بهذا الكلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير لماذا كان الخطاب للمؤمن وتفسير الحديث في ظل سياح لأنه مؤمن بالقضاء والقدر ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة المؤمن مؤمن بالقضاء والقدر المؤمن ما بيمرر المصيبة مرور عابير ما بيقول هذا هيك الحياة لا مو هيك الحياة ما بيقول القدر سخرة مني لا مو هذا القدر ما بيقول هذا مصاب مكتوب عليه من الأزر كله كلام مو صحيح أكتر تفسيرات غير المؤمن للمصائب غلط وما يهلكنا إلا الدهر لا هذا مو دهر بلك الدهر يوم لك ويوم عليك هاي كلمة اركلة بقدمك الكلمة هاي بنت مسكينة ما نحظيت لا مو ما نحظيت إلا شيء غير صحيح سلوكه بس تعزي إنه ما نحظيت تعطي الحظ مفهوم آخر غير صحيح بالإسلام ما في حظ في توفيق إلهي وعدم توفيق طب بس لا ترضيح هل إذا مثلا فتاة لم توفق للزواج لنفترض هل معناها لأنها أصابت خطأة؟ لا لا بس ما تربطها بالحظ لا مش بالحظ ما تقول ما لحظ بس لحكمة من الله لا أبدا في حكمة هذا الجواب نعم الشيء الذي لا يعجبني في حياتي هناك حكمة بالغة 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 عرفها من عرفها وجهلها من جهلها وحينما يكشف الله للإنسان أي إنسان حقيقة ما ساقه له من متاعب في الدنيا يجب أن يقول الحمد لله رب العالمين يجب أن يذوبك الشمعة محبة لله على ما ساقه الله له في الدنيا جميل هذا القضاء الخدأ جميل إحنا في آخر دقيقتين دكتور قور ربنا سبحانه وتعالى ويعني حثه لنا أن نكون من الذاكرين ألا بذكر الله تطمئن القلوب نعم الحقيقة ذكر الله هي كلمة واسعة جدا 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 الصلاة ذكر نعم تلاوة القرآن ذكر نعم حضور مجلس علم ذكر سماع هالدرس بالإذاعة ذكر أي شيء ترتبط به بالحق بالله قراءة القرآن ذكر ذكر وباب للسعادة والاطمئنة وسماع القراءة ذكر نعم وساعدة الناس والعمل الصالح العمل الصالح وبحث بالفقه أريته ذكر لأله الله أكبر أي نشاط هدف أن تعرف الله أو أن تعرف دينك هو ذكر اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إذن القلوب هي ملك للرحمن عز وجل ومن سار في طريق الله جعل الله السعادة نورا في قلبه أبدا أبدا في عنا جواب فردي وجماعي هذا الإسلام بيطبق إنسان وحده من بين 8 مليارات بياخد كل سماره الفردية بس ليس الجماعية يصعد بشكل فردي فردي أي أمة بتطبق هذا الدين تنتصر على أعدائها جميل وأقم أمر الله فيما تملك يكفي كما لا تملك الثاني إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم هذا الضعيف أنت نصرته أطعمته علمته آويته هذا لك مكافأة عند الله عز وجل من جنس عملك كما أنك نصرت من هو أضعف منك ينصرك على من هو أقوى منك الله أكبر أقسم لك بالله خلاص الأم بها الحال